اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والآن نمر لنضيف إلى هذه العناصر الزيز ثم السكر واخيرا الملح نمزج قليلا ثم نمر لإضافة الدقيق تدريجيا سوف نضيفه على الدفعات إلى أن ينسج ما لنا يعني الخليط السائل مع الدقيق الآن بعدما قمنا بإضافة الكمية كاملة من الدقيق سوف نمر الآن إلى ذلك العجين إلى أن نحصل على قوام رطب ورخو يسمح لنا بتحكم بسهولة في العجين بهذه الطريقة ثم نقوم بجعل العجين على شكل الكرة ونضعه في إناء ثم نغطيه بورق بلاستيكي ونتركه ليختمر يعني من نصف ساعة إلى خمسة وأربع دقيقة حسب الجو ثم نلتقل لنرى تتمة الوصفة إذن بعد اختمار العجين كما تلاحظون فإن حجمه يتضاعف نقوم بالضغط عليه لإفراغ الهواء الذي تشكل به أثناء الاختمار ثم نقوم يعني بقسم الكمية إلى عشرة أجزاء متساوية ونقوم يعني بتشكيلها على شكل كريات نقوم بهذا يعني بواسطة اليدين يعني بين يدينا نقوم بضغطها إلى أن نحصل على كريات نستمر بهذا الشكل يعني إلى أن نكمل العجين ثم الآن نقوم بسغطيته ونتركه للكريات لترتاح مدة عشر دقائق إذن بعد مرور العشر دقائق نمر هنا ونقوم بتشكيل كريات سوف نأخذ العجين يعني نأخذ إحدى الكريات نقوم ببسطها هنا بواسطة الميدلك نبسطها قليلا فقط نقوم بحشوها هنا أنا اخترت الجبن كحشوة يمكنكم اختيار حشوة مغيرة كالشوكولاتة أو كريمة كريم باتيسيال ثم نقوم بلف الجوانب بهذه الطريقة لنحصل على كرية وبعد تشكيل كرية نأخذ لاطة يعني مغلفة بورقة ونضع بها كريتنا ثم نستمر بهذه الطريقة حتى نكمل العجين ثم بعدها الانتهاء من جميع الكريات يعني سوف نتركها جانبا ونمره لتحضير الخليط الذي سوف نضعه عليها قبل يدخلها للفرن لتحضير السلصة سوف نحتاج ماء بارد دقيق الأرز وهنا أؤكد أنه دقيق الأرز وليس النشا قمير الفورية الزيت السكر ثم الملح نقوم هنا بوضع جميع المكونات في إناء ثم نمزجها بواسطة الخلاط الكهربائي بعد ذلك نضعها في إناء زجاجي لنتحكم بقوامها إذا ما كان الخليط سائلا يمكننا إضافة بعد دقيق الأرز والعكس يمكننا إضافة القليل من الماء إذا كان ثقيلا إذن عند الحصول على خليط أو سلصة بهذا القوام سوف نتوقف ثم نأخذ كريات العجين التي تركناها لترتاح بلاطة الفرن ونقوم ببسط سطحها بهذا الشكل ثم نأخذ السلصة ونضعها على سطح كريات العجين نأخذ مقدار ملعقة صغيرة تقريبا إذن سوف نستمر بهذه الطريقة إلى أن نكمل جميع كريات العجين ونقوم بإدخال لطة الفرن إلى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة تتراوح ما بين 200 إلى 120 درجة وبالنسبة للمدة يعني تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة إذن بعد أن اكتملت القرشلات في الطهو كما تلاحظون يكون هذا هو شكلهم النهائي نقوم بتقديمهم كما ترون فتلك السلصة من الأعلى هي التي سعطيهم هذا المنظر المنمر سوف أقوم بفتح إحدى الحبات لأوليكم كيف يكون قوامها من الداخل فهي تكون هكذا وذلك لجبني أعطيها مضاقا رائعا وتكون رطبة جدا تقدم ساخنة إذن كانت هذه هي وصفتي لهذا اليوم أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم إذا أعجبكم الفيديو نرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة للتوصل بكل جديد وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة كانت هذه هي وصفة اليوم إلى اللقاء في وصفة جديدة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة